بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطلبات الصف الثالث الأعدادي موعدنا النهاردة أولاد مع أول درس في القسم الأولاني وهو في الجغرافيا ودرس النشاط الزراعي في العالم النشاط الزراعي في العالم زي ما احنا عرفنا أولاد زمان في صف الأعدادي إن الإنسان في الماضي كان مارس العديد من الأنشطر الاقتصادية لإشباع حاجاته لإشباع حاجاته وهذه هي الحاجات الضرورية يعني مارس عنشطة تقليدية مثل الرعي مثل الأولاد عند حاجة مستقرار مثل الرعي والكلام ذلك كله لإشباع حاجاته لإشباع حاجاته حتى أتعلم في الزراع ومع مرور الزمن أعرف الصناعة والتجارة هتكلم أولاد عن أهمية النشاط الزراعي النشاط الزراعي طبعا أهمية الزراع بالنسبة لنا أهمية الزراع بالنسبة لنا أو أهمية النشاط الزراع لكل سكان العالم ولكل دول العالم النشاط الزراع يا أولاد هنا يمثل مصدر رئيسيا للغذاء الإنساني يمثل مصدر رئيس الغذاء من الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات بجانب الأسماك والحيوانات يمثل للغذاء مع 반�دربة الزراع مصدر رئيسيا لغزاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات ترتبط بالزراع تربية الحيوان تمد الصناعة بالمدى الخام مثل المحاصيل الألياف في صناعة المنزوجات والمدات الطبيعية في صناعة إطارات السيارات المناطق الزراعية الرئاسية في العالم عند أولاد نوعين من الزراعة الزراعة تصورت في كل قارات العالم التي أخذناها أبريكا عند زراعة بسيطة وهي الزراعة البداية وعند زراعة متقدمة تقسم حاجتين كسيفة وتجارية وعلمية هنا أولاد يمكن أن يأتي لي في الانتحان قارن بين الزراعة البسيطة والتجارية بين الزراعة البسيطة والعلمية هنا أولاد يجب أن أبقى بكل واحدة خصائصها فيه وتنتشر فيه وهم ما حصل أبدأ بالزراعة البسيطة الزراعة البسيطة وهي البداية الزراعة في هذه الحصائصة تستخدم فيها أدوات بدائية يعني أن تسمعها بسيطة بإذن تستخدم أدوات بدائية المساحة المزروعة عندها ضيقة ومتبعدة المساحة الزراعية عندها ضيقة ومتبعدة توفر الاحتجاجات الغذائية للسكان المحليين ولم يوجد فائد للتصدير لا يوجد فائد للتصدير تنتشر فين أولاد؟ تنتشر في المناطق الخارة في المناطق الخارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعد مناطق حشائش السابان تنتشر فين أولاد؟ في المناطق الحارة في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعد مناطق حشائش السابان وبعد مناطق حشائش السابان طيب تفرق Эда قال لك الذراعة أولاد لا تمكنها تعرف أنпри ذراف والموس وبالليان مهم por hablando ينتเปending قال لك هذه الزراعة إذا ستبلد ذراع في الخريطة العالم أتعد ردنا اما قال لان هنا في الخريط أحد أنواع الزراعة في الزراعة البداية هنا أولاد أحد أنواع الزراعة الزراع البداية وgel desarroll والتأم destiny الزراع الزراعي الزراعيливية ذ según أيض هنا الزراع الآي Stream التصال الزراعة المتقدمة تقسم إلى أزراع كثيفه وتجاريه وعلميه الأول الزراع الكثيفة فمن مقصود في get the store ي الشيء التي ي Portage بشكل مكسف أكثر من مرة في العام أكثر من مرة في العام الواحد لكما كالرجع في القDR ليه ب potageزر أكثر المرة في العام لإجباعpoints الزراع ذ نوعهود فائد التصديق هذا الذي يجب فيه الجبد بسيطة. طيب خاصة هي تتم بزراعة الارض بأكثر من مرة في العام. وعzewة أجل عاملة وفيرة من يجمع вообще عاملة وفيرة؟ لماذا يُفصع؟ لأنها تتم من خلال عمليات عديدة. لأنها تتم من خلال عمليات عديدة. енийتائي من خلال عمليات ماذا؟ مثل بشر الحبوب والري وتنقيذ الحشاش مثل بزر الحبوب والري وتنقيذ الحشاش تنتشر فين؟ في المناطق الحارة والمعتدة. في المناطق الحارة والمعتدة. أهم ما حصلها هي القمح والرز والقط الأمح والرز والقط هذه الأشياء تشارك في المدينة كثيرة السكان كثيرة السكان مثل عندي هنا أولاد في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة مثل الهند والصين عندي هنا أولاد الزراعة التجارية والألماء يتعرض بإسم الزراعة الواسعة وتهدف بهدف الإنتاج التجاري الدخل وتهدف منها إنتاج التجاري الدخل تتم الزراعات واسعة في نطقات محددة من سطح الكرة الأرضية ومتخصص في محصول واحد يستخدم فيها أحدث الآلات أحدث الآلات أحدث الآلات أحسن أنها زراعة واسعة ومتسعة كبيرة أخبرك أن تتبهين في سطح الكرة الأرض كل التكاليف وكل الأمال كل التكاليف وكل الأمال عكس الزراعة الكثيفة ويصعب فيها استخدام آلات بسبب ذلك مساحة الأرض أما الزراعة الزراعية يستخدم في الآلات بسبب سعة الأرض وهنا يتعرض على كل التكاليف وكل الأمال أماكن الانتشارة جنوب شرق أسيا جنوب شرق أسيا أسيا جنوب شرق أسيا جنوب شرق حيث مزرع المطاط والشاي حيث مزرع المطاط والشاي أمريكا الشمالية خاصة الولايات المتحدة 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 وعند دولات هنا في أمريكا الجنوبية خاصة في دولة اسمها دولة الأرجنتين دولة اسمها دولة إيه؟ الأرجنتين طيب وعند هنا أولاد في أوروبا حيث ملاتك زراعة القمح هناك اولادات في أوروبا حيث تزراع القمح لدي اولاد الموارد الغذائية في العالم تزرع منها لكي أخذ حاجة محبوب غذائية محاصيل ألياف ومحاصيل ذات طبيعة خاصة الحبوب الغذائية أو الحبوب الغذائية تنقسم إلى الحبوب الغذائية ومحاصيل ثقرية الحبوب الغذائية مثل القمح مثل أولاد قمحة القمحة مت听 غزاء رئيسي لمعسم شعوب العالم يستعملها الخبز والمقارونة والحلوى أهم القرية لها كذ الدول دول في القمحة الخمحة الدول الصين والثانية الهند. والأولى دول الصين والثانية الهند. القراط في القمح هي المناطق. القراط في القمح هي المناطق. اصدور. استخدم كغذاء للانسان في بعض المناطق. وكعرف للحيوان. يند في معظم قراط لعالم الضرق. لكن قراط امريكا الشمالية. أمريكا الشمالية وتستخدم معظم إنتاج كعلف للماشية وتصدر للأخذ معظم إنتاج الظهر يتركز في أمريكا الشمالية في أمريكا الشمالية وأهمية أنه يستخدم كعلف الحيوان ويصدر لجزء منه وفين للخارج طيب عند دولات قصب السكر قصب السكر دولات يعد المحصول لأول رئيس الإنتاج السكر في العالم أهم القرار يزرع في المناطق المدارية الحارة حيث تحتاج القصب إلى درجة حرارة مرتفعة يزرع في المناطق المدارية الحارة يزرع في المناطق المدارية الحارة حيث تحتاج القصب إلى درجة حرارة مرتفعة درجة حرارة مرتفعة طيب عندي هنا أولاد